اشتركوا في القناة يعني ليس صحيحا ما تقوله بعض الطوائف ان يأتي ويحكم الف سنة على الارض لا ده يأتي في نهاية العالم ويحكم الف سنة على الارض دي عبارة ينفيها قول السيد المسيح مملكتي ليست من هذا العالم فما يحبش يملك على العالم الا الملكوت الرؤية طبعا لكن مش يملك على الارض فيأتي في نهاية العالم وقبل ان يأتي وقبل ان يأتي يحدث الارتداد العام كما ورد في رسالة دسالونيكي الثانية في اصراح اتنين في اصراح اتنين بيقول بوليس الرسول ثم نسألكم ايها الاخر من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واكناعنا اليه ان لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلم الاخر لا يخد عنكم احد على طريقة ما لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا يأتي الارتداد اولا ويستعلن انسان خطية ابن الهلاك المقاوم والمفتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل الله كالله الاخر الذي مليئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الاسم في الهالكين يعني مساء مش هيجر لما يحدث الارتداد اولا ويقصد بالارتداد الارتداد العام يعني الارتداد العام يعني مش مجرد خمسة ولا عشر ولا عشرين ولا بلد ولا بلدين ده ارتداد عام والارتداد العام ده بيجي زي بهذا الذي يسمىه بولس الرسول ابن الهلاك اللي هو بيسموه ضد المسيح او انتي كريست وده بيدعي الالوها وهيعمل آيات وعجائب بخوة الشيطان وبكل خديعة الاسم حاجات كاذبة فالناس يؤمنوا به ويقولوا ده المسيح الحقيقي ويبقى المسيح اللي جاي قبل كده ويقولوا الصلب ده من ينفع ناش فيرتدوا اذا المجيء الثاني للمسيح يسبقه يسبقه الارتداد العام وضد المسيح اللي يأتي الانتي كريست ولان الارتداد ده يكون ايام صهبة فييقول الكتابة المقدس في متى 24 لو لم يقصر الله تلك الايام لا يخرص جسم أيام صعبة والشكوك بتخرق الناس مش عارفين يردهم مش عارفين قصتهم بيعمل آيات عجائب كلها بخديعة الاسم في الهلك يبقى مجيء المسيح يسبقه الافتداد العام وظهور ضد المسيح والضيق العزم اللي تكلم عليها الرب في متاء الصح 24 الأخ ولما يجي المسيح هيأتي في ربوات قديسي ومصحوبا بالملائكة القديسي يأتي في ربوات قديسي كما ورد في يهوزة آي 11 والملائكة القديسون معه كما ورد في متى 25 ويأتي على السحاب وتنظره كل عين والذين طالوا وتنوحوا عليه جميع قبائل الرب ولما يأتي المسيح يجلس للدينون وإحنا بنقول في خنور إيمان يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمركيه القدر يبقى مع المجيء الثاني الدينون وقبل الدينون بالضرورة تكون قيامة الأموات لكي يديني لحاء الأمود وعشان كده في يوحنى خمسة ثمانية وعشين الآية يقوله في الجنازات يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات لقيامة الحياة ويقوم الذين فعلوا السيئات لقيامة الدينونة وقبل الحجد برضو كلها قبل المجيء وقبل القيامة وقبل نهاية العالم تحدث الضربات اللي ورد ذكرها في سفر الرؤية وأيضا في آخرها تحدث العلامة الأخيرة الشمس تظلم والقمر لا يغضي ذوءه ونجوم السماء تتساقط كل ده موجود في متى 24 وقبل هذا أيضا قبل المجيء الثاني عشان تعرف لألا أي واحد يقول لك على أي حسن خلاص الإمام لا لسه بدر الأرض لم تشخ بعد شوفه في رومي 11 فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا هذا السر لألا تكونوا عنده عند أنفسكم حكماء حكماء في أحد أنفسكم لا السر إن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل إذن لابد من إيمان إسرائيل الإيمان السليم قبل ما جاء المسيح هما ليسا ما أمنوش الأمور اللي كلها تعدوها 1-2-3-5-6 إلا طب نشوف إيمان السبتيين إيمان السبتيين ده عكس إيمان يعني أقول لكم كخرافة السبتيون يعتقدون أن المسيح يأتي ولما يأتي يقوم الأبرار يقوم الأبرار والأشرار زي ما وردت في يوحنى 5-28 دول يقومون بقيامة الحياة دول يقومون بقيامة الدينون يقوم الأبرار ويصعب بهم المسيح إلى السماء ويملكون معه في السماء ألف سماء أما الأشرار في موتون لعكس اللي يجيب في كتاب الأبرار الأبرار يقوموا ويصعدوا معه للسماء ويملكوا معه ألف سماء والأشرار يموتون والشيطان يجيب نفسه خلي شغل ما هو الأبرار تلعوا فوق ودول ماتوا وما بقاش فيه في الدنيا حد يحرم قالوا الفترة للشيطان يقديها خالي شغل هي اللي قال عليها كتاب تقييد الشيطان ألف سنة فقية ألف سنة يعني مش لاقي حد يسقطه بعد الألف سنة ينزل المسيح ومعه الأبرار وتنزل أوروشريم السمائية إلى الرب والاسم السمية ويبتد الشيطان يجيبها خد فترة راحة فمستعد وعنده جيش كبير جدا جيش كبير من مين من الأشرار الذين قاموا ومن جميع الأشرار من أيام آدم لحد دلوقتي الذين قاموا ومعاه الملائكة الأشرار ويقول أهجم على هذه المدينة أوروشريم فتنزل نار من السماء تحرق الشيطان وتحرق الذين معه وتحرق الأرض يقولوا لما تتحرق الأرض تتطهر بالنار وبعدين المحروقة دي يقول الأبرار ويسكنوا فيها يخروف من المدينة ويسكنوا فيها وتصير وتصير هي الأرض الجديدة طبعاً طبعاً كل آخر فارس إذن يعتقدون بقيامتين قيامة الأبرار في الأول ثم قيامة الأشرار بعدين ويعتقدون هم وشود يهوى بالفردوس الأرضي أو الملكوت الأرضي وبعدين يستخدمون بعض الآيات من أشعية 65 و 66 كان بيتكلم على الناس اللي رجعوا من السبي لأن تسمعوا الآيات وبعدين تتخضوا وتفتكروا بكلام ده صحيح يقول يبنون بيوتاً ويسكنون فيه ويغرسون كروماً ويأخلون أصمارها استخدموا الحاجات يقول الزئب والحمل يرايان معاً والأسد يأكل التبن كالبقر أما الحية فالتراب طعامها كل ده كلاماً رمزي عن الرجوع من السبي مش عن آخر العالم والملكوت الأرض ده اللي يأكلوا فيها ويشربوا من الغروس والقروم والبيوت اللي يأكلوا فيها لا يتفق مع قول الكتاب في كورونسوس الأولى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب عشر وهما معشود يؤمنوا بدي يؤمنوا أن الناس في السماء يتجوزوا ويعيشوا السبات ونبات ويخلف أولاد وبنات ويعيشوا حياة أرضية كاملة لا تتفق مع القيامة بأجساد روحانية وبإنما قاله ربنا في السماء لا يتزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة طلعها في السماء وبعدين حكاية منهم يفتكروا أنهم في هذا الملكوت ينجبون أولادا دي مشكلة أحب أكلمك عليها قولها صراحة الإنسان لا يدخل الملكوت إلا لو اختبرت إرادته وهو بدأ أنه إنسان صادر لكن اللي تولد الملكوت دي إمتى اختبرت إرادته يعني ختا جالس مشكلة مشكلة تانية الأبرار اللي قالوا في الأول ربنا أختهم معا في السماء وبعدين بعد الألف السنة نزلوا على الأرض طب تولي كيف بعد ما تتعبوا السماء ألف السنة نزلهم على الأرض اللي تعتبر عملية دي جريدينج يعني قص ودرك وفضو هتقال لرب أنا مستريح في سماء تنزلني لي نهايته كمان مشكلة أخرى اللي عايز من هذا الخاص مشكلة فناء الأشرار شهود يهو السبتيين يؤمنوا بفناء الأشرار وفناء الشيطان وانته نزل اتمر مستمح رائلت محرك الأرض عمل إيه العذاب الأبدي والفناء نهايته دي عذاوات شكرا